شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العمل للاستثمار والمناطق الحرة وشركة سوميتومو ايجبت لإقامة أكبر مصنع للشركة اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان وقبيل التوقيع أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر من خلال إقامة مصنع جديد وما تستهدفه الشركة من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديدة وكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله بما يتماشى مع ما أقرت الحكومة مؤخرا من حوافز جديدة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة إلى مصر